فجر الفساد الأوضاع في العراق وخرج الشعب بتظاهرات مطالبة بمواجهات القيادات الفاسدة التي قوضت الاقتصاد العراقي وتورطت بنهب المال العام حتى أن الدولة عجزت على مدى سنوات من توفير الخدمات الرئيسة رغم تلقي البلد عشرات مليارات الدولارات سنويا من بيع النفط وفي هذا الإطار كشفت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة قيام مديريات ومكاتب التحقيق التابعة لها في بغداد والمحافظات خلال شهر تشرين الأول الماضي بتنفيذ أربع وثلاثين عملية ضبط بلغت قيمة الفساد فيها أكثر من أربعمائة مليار دينار وأبرز تلك العمليات ضبط قطع أثرية مهربة تصل قيمتها إلى مئتي مليون دولار بحوزة ستة متهمين في ذقار ضبط مواد غير مطابقة للمواصفات في شركة نفط البصرة تم التعاقد عليها بموجب ثلاثة عشر عقدا بأكثر من ثمانين مليون دولار قيام محافظ كاركوك بتوزيع خمسة وعشرين مليار دينار من الأموال الخاصة بمشاريع المحافظة على أصحاب الشركات الذين تربطهم به علاقات شخصية وحزبية وصرفه مبالغ كضيافة لديوان المحافظة قيام مدير الوقف السني في نينوى بتعين أكثر من مائتين وخمسين موظفا بصفة حارس جامع يتسلمون رواتبهم دون المباشرة بالعمل الهيئة قالت أن مكتبي تحقيق كاركوك وكربلاء نفذ ست عمليات من مجموع العمليات الأربع وثلاثين أسفرت عن ضبط خمسة وعشرين متهما بينهم متهمون سبعة من نينوى وهنا يتساءل العراقيون إذا كان مبلغ الإهدار في شهر واحد فقط وصل إلى أربعمائة مليار دينار فكم سيبلغ في ستة عشر عاما؟ اشتركوا في القناة